السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتعلم ان شاء الله في الفيديو ده ازاي اسجل هدف من الضربات السابتة على مسافات مختلفة سواء من على مسافة 18 متر 30 متر او حاجة و20 متر اول حاجة نتعلمها ازاي اسجل هدف من ضربة سابتة على بعد 18 متر زي ما احنا شايفين قدامنا في الفيديو بزبط الزاوية بتاعتي وبعد كده بسوط وباملأ الباور بقل من النص شوية فبتدخل الجون هنشوفها دلوقتي هنعملها ازاي على يدات وهنزبط ازاي مراحلها اول حاجة زي ما انتا شايف بزبط ازاي بتاعتي بحيث ان هي تيجي ما بين راس اللاعبين بضغط على الزرار الشوط وباملأ الباور اقل من النص وفي نفس الوقت بضغط على السهم اللي تحت زي ما انتا شايف قدامك على اليدات وبفضل طبعا دايس بعد مشوط على الزرار اللي تحت فبتدخل الجون على طول هنعرف دلوقتي ازاي اسجل هدف من على مسافة من 18 ل24 متر هنشوف دلوقتي ازاي اسجل الهدف ده اول حاجة بعملها بزبط الزاوية بتاعتي زي ما انتا شايف قدامك بحيث ان الكورة تيجي ما بين رؤوس اللاعبين بزبطها طبعا في زاوية فاضية بالنسبة للجون بعد كده اضغط على اللي بيشوت واملقى اقل من نص الباور شوية وبعد دي على طول هو بيشوت اضغط على السرور يعني اضغط على اللي بيشوت بقى اقل من نص الباور شوية وبعد كده اضغط على زرار السرور هنعرف دلوقتي ازاي اسجل هدف من على مسافة طويلة اكتر من 30 متر يعني المسافة دي 35 متر مثلا هنتعلم دلوقتي ازاي نعملها اول حاجة بعملها طبعا بزبط الزاوية اللي الكورة هتطلع فيها ما بين رؤوس اللاعبين بعد كده بضغط على زرار اللي بيشوت في نص الباور تقريبا او اقل من نص بحاجة بسيطة بعد كده بضغط على زرار الاتجاه فوق وشمال مع بعض الاتنين في نفس الوقت اضغط على اللي بيشوت يملى اقل من نص الباور شوية بسيطة وبعد كده اضغط على زرار الاتجاهات فوق وشمال هنعرف دلوقتي ازاي استعين بلاعب تاني بحيس انه يبصيلي الكورة وبعد كده اشوت من على مسافة 20 متر مثلا زي ما انت شايف قدامك يبصيلي وانا اروح شيطها في زاوية فاضية هنعرف ازاي دلوقتي هنعملها على اليادات ازاي استدعي اللاعب علشان استدعي لاعب هضغط على L1 و R1 اللاعب هيجيلي يوافق قدام الكورة علشان اخلي اللاعب يبصيلي الكورة قدام شوية طبعا بعد ما ازبط الزاوية في مكان فاضي الزاوية تكون بعيدة هضغط اول حاجة على اللي بيبصي مع L1 علشان اللاعب اللي انا استدعيته يبصيلي الكورة طبعا بصة صغيرة بصالي الكورة بعد كده هضغط بعد كده هضغط على اللي بيشوت وزرار الشمال علشان اللاعب اللي هيشوت يشوت في اتجاه الشمال شوية لان لما اللاعب هيبصيلي الكورة هيطلعها بره مجال المرمى شوية فعلشان تدخل في المرمى لازم ان ادوس على زر الشمال مع اللي بيشوت زي ما انت شايف قدامك هنأتعلم دلوقتي ازاي استدعي اللاعب ويبصيلي في اتجاه معاكس هنأعرف دلوقتي هنأعملها ازاي زي ما عارفنا في الجزء اللي فات عشان استدعي اللاعب هضغط على L1 و R1 مع بعض هيبتدي لعب قريب يجيلي يوقف قدام الكورة علشان اغير اتجاه اللاعب هضغط على L1 و R1 2 هيروح مغير اتجاهه هزبط الزاوية بحيث ان هي تبقى بعض المرمى بشوية عشان تطلع بره مجال اللاعب اللاعبين اللي وقفين قدامي هضغط على زرار اللي بيباصي مع L1 بس ضغطة بسيطة وبعد كده هضغط على زرار اللي بيشوت مع اتجاه اليمين لان الكورة بعد ما تتباصة هتبقى طلعت بره مجال المرمى يمين شوية هتعلم دلوقتي ازاي برضو استدعي لاعب واعمل خطعة بحيث ان اللاعب اللي انا استدعيته هو اللي هيشوت مش اللاعب الاساسي يعني هستدعي لاعب وهشوت بيه مش هشوت باللاعب اللي المفروغ كان هشوت اول حاجة هضغط على L1 و R1 علشان استدعي لاعب وكأن اللاعب ده هيبصيلي الكورة وانا اللي هيشوت هخلي اللاعب اللي جالي هو اللي هيشوت وده هيبقى عنصر مبغتة طبعا هم هيبقى متوقعين ان اللاعب الاول هو اللي هيشوت ولكن في الحالة اللاعب التاني هو اللي هيشوت بعد كده هضغط على اللي بيشوت مع L1 هخلي اللاعب اللي جالي هو اللي هيشوت زي ما انت شفت كده عنصر مبغتة مش هيتوقع طبعا الجون ان اللاعب التاني هو اللي هيشوت وكده نبقى تعلمنا بعض الضربات السابقة او ازاي اسجل هدف سهل بضربات سابقة اتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو عندكم اي اقتراحات ممكن تكتبولي في تعليقات تحت قطعة الفيديو الدروس اللي انتم تكونوا محتاجينها او اي تعليق على الدرس بحيث ان ممكن فيما بعد نعمل دروس مفيدة اكتر بالنسبة لكم اشتركوا في القناة